السلام عليكم ورحمة الناس الكل في قناتي وزع رجعونيكم مع فيديو جديد باش نحكيوه عن ماتش بوروسيا منشكل الباخ وريال مديد المقابلة يصارت في بوروسيا بارك وانتهت بالتعاب لثينثنين المقابلة ذيه صار بصراحة ريال مديد كان جيد في الشرط الأول لكن الشرط الثاني بصراحة مكيش ريال بلوجيا اللي نعرفوه ريال مديد بصراحة كان مش قوله مستوى التاور والمستوى التاور ريال مديد يستحق او لا يستحق ريال مديد اليوم ما يستحقش الفوز وما يستحقش خسارة بوروسيا منشكل الباخ على الأداء اللي قد مطلت المقابلة كيف كيف زد ما يستحقش هزيمة وهو يستحق زد الفوز فالأخير معنى التعادل يكون عادل في هذه المقابلة أحسن نحل هو التعادل والتعادل انتهت عليه هزيمة نتيجة المقابلة معنى مديد يوم الناس مقوله تثين دقيقة دولة عددها ممتازة لكن بقيت مقابلة مقابلة الكلاسيكو مقارنة بمقابلة الكلاسيكو إذا كان نجي ونشوفه مقابلة الكلاسيكو نلقى ياماديد يوم التاورس برشا وما زيت مستوى متع ونقص نفس الادامة وحتى بأداء الكلاسيكو الهجومي ما كانش جيد بلاك الدرجة معنى هؤلاء اللي يحب يشوف حرقة كلاسيكو يشوف ونقول لكم كيف شاء ياماديد والمشاكل انتع الريال واضح وخصتان في الشق الهجومي معنى الريال مدريد ما عنداش لعب ينجم يحط كلها في الشبكة هذه المشكلة التي تتكرر في الريال مدريد معنى نمشي معاك أسنسيو وبنزيما كانوا جيدين اللي هم في فتح مساحاته بين الهجمة لكن ريكل ينسير ريكل ينسير في وصف المايدان واختلي الشقة الهجومي يتعني الريال مدريد فارق ما فيماش لعب معنى قادر انه يصنع فارق في الثلاث الأخير في الثلاث الأخير من الملعب معنى بعض من يتقدموا بربحة الريال وفي الشقة الهجومي جاءت عن طريقة توزيعات لكن إذا نشوفوا أداة مهجمية الريال مدريد في منطقة الجزاء وعلى حدود منطقة الجزاء نبقاها مسفر اللاعبين الكل كانوا يتلعوا في وصف المايدان اللعبة الكلة متع الريال مدريد ليلو ما كانت في وصف المايدان ومصف المايدان كان جيد اليوم خاصة المعاوات بنزيما أسنسو اللي حول البنين بهجمة واللي كانوا ممتازين بسراحة في وصف المايدان ما تلقاش لاعب قد يصنع الفرق في منطقة الجزاء نمش معاك ادير ياما ديت كان بيهي وطب احكي لكم عايش ادير ياما ديت كان بيهي وطب احكيه تكتيكيل على المقابلة ذي اليوم ما رينا زيدان يعتمد على نفس تشكيل الكلاسيكو التغيير الوحيد اللي عنه وقالنته بالكلاسيكو هو دخول اللاعب فاسكيز اسيسي من مرة في بلاس ناتشو ناتشو كان اسيسي كراهير ايمن في المقابلة السابقة لكن اليوم اقار الاعتماد رسميا على لوكاس فاسكيز به زيدان اول مرة ما نشوفوه ما يغيراش مقابلة نفس تشكيل بقات في المقابلة متاع كلاسيكو المقابلة ذي غريبة بسراحة من زيدان اما توقعتش لما كنت توقع زيدان بشي غاية تشكيله وهذا هو المعروف عليه زيدان يغاية تشكيل مقابلة مقابلة لكن المقابلة ذي حافظ على نفس تشكيل بالنسبة لبورشيا منشكل الباخ فاليوم تشكيل 4-2-3-1 والخطورة الكبيرة اليوم كانت عن طريق اللعب ثورام اللي راحة الثنائية اللي يشكل ثنائي جيد مع اللعب رامي بالسبعيني الجزائري على الجهة الوسطة ونحكيهم بعد المقابلة ذي تلعب ضع فترات بسراحة المقابلة ذي كانت قسمة بشة فترات الفتر اللي هي تسمرت المرة ثلاثين الكاملة المسبلية مادريد ديما ذي في المرة ثلاثين تقلولة كان نحسوا بما سلسة كبيرة في خلوج بالكورة حتى كلاعبي بروسيا مشكل الباق حتى زرقتو فإننا كننا نحسوا بشة ثلاثة في خلوج بالكورة سيوان عدريق عودة بنزيمة او عدريق كروس وإلى راموس الي كان يقدموا في بنيا المتاع الهجمة كنا نرى انتقال ثلاثة الكورة بلشة مقابلة في اليامانديد نحسوا بطء كبير في بنيا الهجمة لكن اليوم على عكس مقابلة السابقة قبل الكلاسيكو نحكي الكلاسيكو تغير اليامانديد الجزائية من الكلاسيكو المقابلة ذي رينا انتقال سلسل الكرة وانتقال سريع واللاعبين معناه ما عايز يستحفظ بكرة برشا وهذا يقل مجيد كان رينا برشا يتنقل بالكرة بسرعة ويوقعها تشغل هجومي بشكل وارع خلال المشاوط الأول معه بصراحة ضيعه شوية وسط مايدان اللي يتبوص المشكلة الباخ برغم الدفاع بتاعه الممتاز لكن اليوم في وسط مايدان ما كان جيد برشا اللي برشا يتبوص المشكلة الباخ رينا برشا ينقل قرات رينا فالفيرد يدخل مبينة الخطوط ويحاول يمدي الهجوم رينا برشا قرات لعبت في الناس ديراما دريد ما عودت بنزيمة مع تقدم اللاعب مندي اللي كان يشكل لاعب وممتاز بسط مايدان بصراحة اللاعب مندي اليوم ما كان فيه مرتزم فقط بالجهة اليسرى بتاعه كان يحاول يمشي كان يحاول يساهم في البناء السلسل متاع الهجم الاسم الناس ديراما دريد وذلك انه خلال الشرط الاول في 30 قبل ولكن المشكلة الواضحة في ندي رينا ديراما ديد انه فهماش لاعب يمتاز في الهجوم ولكن المشكلة في ندي رينا ديد انه ممكن فهم لاعب يقدر يعملك اللمسة الممتازة في الهجوم وقال يسجلك اهدايا بلش في رقزة تعني لسه المشكلة كما برشلونا مثلا ما عندهش رأس حربة سريح لكن فاتح اليوم بسراحة بلاي عود في النقص متاع رأس حربة سريح لكن اذا كنشوفوا مقابلات رينا ديد لمقابلة يوميتش ولكن مقابلة قطنع فيها لوكا يوميتش بسبب عدم ترهما لوكا يوميتش مع لعاب ندي رينا دي رينا دين انتتركوا الي كان في فرانكفورد كان معا pak falan اللاعب هالر اللاعب هالر حدقính Islamic الرحيم IDEA وعنده بشركة تفوق لوكا يوميتش مع ندي رينا دير이xes ولكن مع معاقودون ترهما مع مضم زميوذية الجويم معاها و Иواني يتيح بشكل واضح مع معناه اللاعب كما هادر بستلقاه في يدي ريا مدريد. وفي ثلاثين تقلولها المقابلة وريا مدريد لم يسجل. وهذه بصراحة المشكلة الكبيرة في ريا مدريد انه يستحوذ يسيطر اه احرم نادي برسيا مشكلة باخ من الكرة. نجم اقول نادي ريا مدريد ما خليش نادي برسيا مشكلة باخ يتمسك بالكرة كان افضل كان جيد حتى الضغط العالي بتاعه كان ممتاز بصراحة اليوم في قطع برشاكورات ولكن حتى يقطع كورات بالضغط العالي نفس المشكلة فميش لاعب قد يحط كورة في الشبكة. برسيا تتخلولها ومباعد ارتكاب خطاء دفاعي في الخروج بالكورة. وريا مشكلة في اللاعب مدريد ما ينجمش يلعب قطعه ما يبداش كورة عنده. معناه نشوفه برسيا تبيعوا البيت اللاعبين مبقينيش معناه حتى تفهم بيت قلباي الدفاع لهم فاران وراموس. وريا مشكلة كان يعاني منها يدمرين بشكل وارح. والليعب فاسكيز زد ما كانش ادوه الدفاعي المتربصة بستبيعة باش يريع ندير مدريد واو القرص الثرام ويحطها في الش إلا ينهار اللاعب فاسكيز. اللاعب فاسكيز الذي لا تبق خطة تسلط. ولا يريزي ما غطهش عن اللاعب ثرام. واللاعب ثرام بسراحة ما يرحمش مع نور الفرية. ويسجل هدف في الاول. يبا سلحت ندي برسيا من شكل الباخ وكيف في الشرط الاول. الشرط ثاني من ندي برسيا من شكل الباخ يضهي نسجل هدف الثاني. بسراحة مشكلة كبيرة في ندي رملبيد تتكرم مقبل الموقع على ذي بسراحة غير معقول دفاعين غير معقول من دين رميل. أنه يقبل هدفين تلاتة ل لها المباراة. قبل اتلتها هدافة مقابلة اختار. اتلتها هدفين من بورسة مشكلة باخ. مشكلة مشكلة دفاعية كبيرة. وكان نجم يقبل اهداف كونت نادي باسلونة لو لا تعلق للحارس كونتوها. وتريع الهجمات لبعض اللاعبين نادي باسلونة. لكن مشكلة دفاعية موجودة بشكل وارح. في نادي رامادي تحد من ناجم يوم كل هذه. ببعض الهدف الاول. بصراحة اليوم نادي رامادي مرينهوش بنفس الشرسة في شرط الاول. نادي بورسة مشكلة باخ. ما انتم س نسركش بالدفاع لشان شوية الرغط عالي عمل. ولكن بصراحة اليوم المنظوم الدفاعي متاعه كانت جيدة جدا. بعد رففين متاعه. حتى اذا كان نادي رامادي تحاول يبدي له هجماته عن طريق الاجنحة. ولا ارقى ولا اجناب. كنا رامي بن سبعيني عليه صار. يطلع ما يخليش معناها الجهة اليوم نادي رامادي تشتغل بشكل وارح اليوم. كان ممتاز رامي بن سبعيني خاصة اللي يحب نطني عليه دفاعيا. ولكن نادي رامادي صغر لبعض الاحيان صعود اللاعب بن سبعين citation ، المبالغ فيه وكان يعني وصل كلات فاسكيز اللي كان حاول تحاول 늘�ع BE conversations ملay توزيعات لعبه فاسكيز. معانا ليش نحكيه على الرياماردي إلي ما كان جيد رجمينو في شاوط 2 على عكس شاوط الأول. الا شوط الثاني بسراح استحوار تحاول فيه وشرح ل이라는 الكولة مش بشكل جيد، مانقناش نادي الرياماردي نفس السرعة متاع شاوط الأول. ومبعد تانير اطار حاول زيدان جيك اللي هي يا دخل لعب مودريتش ما كان اللعب يحوط كروس ودخل اللاعب هازار عب Stutz ما صار اخير لاعوط اعزار. ولكن بصراحه الايدي الهجوم المتابعة وهناك جيد جدا الآن اكي اعزار الذي كانش مقن على جيد جداً للهجومية اليوم داخل مكان لعب فينيسوس المعمل للشايفين لدي رامدريد بصراحة يجري في الفرغ فينيسوس تحسوه لاعب مو أمل قاش ماشه يعمل في رامدريد بالضبط اشكرناه في مقابلات بعض المقابلات سلكة رامدريد بالسبع متاع ولكن مصراحة في مقابلات هذه سوى في كلاسيكو او سوى في مقابلات هذه بتعني بروسة مشكلة الباخ مرناش اللعب فينيسوس بشكل جيد و مرنهوش يقدم الإضافة الهجومية فيك يقدم في الوجوه وذي بسبب انه لاعب ما يعيش يحط كوله في الشبكة وريدي منكررها مشكلة كبيرة في رامدريد مع فهو عن دمش لاعب يحط كوله في الشبكة حتى بنزيمة مرس قلب هجوم صريح لي منعودة بنزيمة قوته يتراجع الوصل الميدان ويحاول يبني الهجمة مع زملائه نواصل معناه مع المعامل قبل الذية وبعد تغييرات تعب بروسة مشكلة الباخ اللي رايحة ندي بروسة مشكلة الباخ تراجع دفاعياً معناه في ربع ساعة الأخير في خمس سبعين دقيقة رتراجع ندي بروسة مشكلة الباخ للدفاع بالتغييرات تعب وشنا هو عمل لخارج لعب هورام وخارج لعب بلية بالتغييرات تعب فيه ساعة ندي رايحة ما عادش خطوة الهجومية متاع ندي بروسة مشكلة الباخ مع خطوة هورام بسراحة ما رينيش خاطر كبير ندي بروسة مشكلة الباخ في الهجوم ونيدي رايحة بسراحة بزرطة وزيعات معناه ما فهمش انهيار دفاع الكبير اللي سوف ينبوصة مشكلة الباخ في اخر دقاق معناها تقيقة 86 ومبعها تقيقة 90 رايحة ماديد يتمكن من تجهز الاهداف ندي رايحة ماديد ليوم ما كانش يستحق الهزيمة كم ما كانش يستحق الانتصار تعاب العاد بسراحة الفريقين نظران 30 قدول اللي عادين اللي رايحة ماديد نظران اللي رايحة الهجوم اللي عادين لي بروسة مشكلة الباخ بين الهدفين من الهدف الاول حتى الهدف الثاني كأنه داول هجومي ممتاز جداً لي بروسة مشكلة الباخ وعادية الدفاع يظهر بي تيت هذي المقابل بسراحة كان ممتاز لي بروسة مشكلة الباخ لكن خانوا الحظ وخانتوا الدقاق الأخيرة واني رايحة ماديد يتمكن من تجهز الهدفين عن طريق اللي عب بنزيمة واللاعب كازيمير واخيرا مقينة بنزيمة يسجل الهداف وهدف ممتاز بسراحة على فكرة من اللي عب بنزيمة نفس المشاكل ونفس الحكايات اللي تعاوض فيها مزيد المشاكل متكررة بمقابلة مقابلة هكذا نسيت حلقة لي متى شابوني للشين وجميع الفيديوات في حلقين نسكرنا انتلاقوا في الموعد رضي اخر